يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم في بادرة كريمة ترعاها وزارة التربية وتحتضنها جمعية الإصلاح الاجتماعي تسعى لتكريم أساتذة أفاضل من علماء الكويت بمناسبة تقاعدهما من العمل في جامعة الكويت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية إن جامعة الكويت لتزه وترتقي بمثل هذه النخبة من علماءها وأساتذتها الأفاضل الذين لم يحلوا على الجامعة بعلمهم ومعارفهم وخبراتهم طيلة فترة عملهم تعبير صادق لما قدمه هذين العالمين الجليلين من عطاء ملموس هو أثر كبير هما الأستاذ الدكتور خالد المذكور والأستاذ الدكتور عاجل النشمي الانطلاق إن شاء الله إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى من تفرغ العلم للكتابة للدعوة للدروس الشرعية في المساجد هذا كله إن شاء الله سيكون بإذن الله في هذا المستقبل إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى وهذا الاحتفال الحقيقة زيادة في المسؤولية أن نقدم ما نستطيع أن نقدم لأنه حياة المسلم ليس فيها توقف وإما تقدم أو تأخر فنحن بفضل الله نأخذ من مثل هذا اللقاء حافزا لأن نقدم ما نستطيع لمسة وفاء بحق من قضوا حياتهم في تعليم وتكريس علوم الشريعة الإسلامية عبر مختلف المنابر العلمية والإعلامية هو الدعوية ما رأيته الليلة وهذه الأمسية المباركة تظاهر للوفاء من الأجيال كلها سواء الأكاديمية أو الدعوية أو الخيرية أو الاجتماعية لهذه الدكتورين الفاضلين تسليما بفضلهما وتمنيا لهما كل خير نسأل الله عز وجل أن يمت بأعمارهم ويتمم لهم الخير وأن يروا ثمار ما عملوا خلال هذه السنوات في الأجيال القادمة بإذن الله ويشوفونها ورود وثمار وبساتين ناشئة في الكويت تعمرها وتطورها هي الأيام تنهي مسيرة عطاء متدفق ليكملها آخرون تنهض بكويت الغالية إلى أعلى مراتب العلم والعمل ناصر الهاجري تلفزيون دولة الكويت